اشتركوا في القناة احياء السكنية والمزارع القريبة منها على ان يتم رفع تقرير الى مجلس الوزراء يتضمن مراجعة جميع الاجراءات الحالية والتشريعات التي تنظم هذه العملية بدءا من الترخيص للمساكن ودورية الرقابة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التنظيمية ومتطلبات الصحة والسلامة المطبقة لتنظيم السكن المشترك وبما يضمن تقليل الكثافة السكانية في هذه المساكن وتعزيز الاجراءات التي تحافظ على سلامة المواطنين والمقيمين في الاحياء السكنية وجدد سموه التأكيد على اهمية حصر مباني السكن المشترك المخالفة للاشتراطات واختار اصحاب الاعمال والعقارات المخالفة بضرورة تصحيح اوضاعها وتحمل مسئولية تأهيل المساكن بالشكل الملائم للحفاظ على صحة وسلامة العمال وبما يتماشى مع القرارات والاجراءات الاحترازية والوقائية الصدرة من الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد ويأتي هذا التوجيه في ظل ما يليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر من اهتمام بمتابعة كفة القضايا التي يطرحها المواطنون في الصحافة المحلية وحرص سموه على العمل بما يكفل لهم سبل الراحة والعيش الكريم اشتركوا في القناة